الداخل مفقود والخارج منه مولود هكذا يقول الصيادون عن البحر في الظروف العادية كيف بهم اليوم وقد صار الداخل إليه يودع وكأنه لن يعود فعلا مع انطلاق عمليات تحرير ساحل الغربي وبعد أن أصبح التحالف عمليا يسيطر على 500 كيلو من إجمالي امتداد الساحل الغربي للجمهورية اليمنية يفترض أن ينعم صيادو الساحل المحررة من باب المندب جنوبا حتى قرية منظر شمالا بالأمن والاستقرار المعيشي إلا أن ما يحدث هو العكس لا يكاد يمر شهر دون مجزرة يرتكبها التحالف بحق الصيادين بل إن أغسطس المنصر مشاهد طلعات جوية غير مسبوقة للطيران في أجواء المياه الإقليمة اليمنية في البحر الأحمر واستهدفت الصيادين بأربع عمليات عسكرية خلال الشهر نفسه وفقا لإحصائية غير رسمية فإن عدد الصيادين الذين قتلوا بغارات التحالف وصلوا إلى 218 فضلا عن جرح أكثر من ثلاثمائة آخرين استهدفوا بحوالي 73 غارة أثناء ممارستهم للإصياد التقليدي في عرض البحر وكان التحالف قد أصدر نهاية يوليو المنصر متحذيرات للصيادين من الإصياد في المياه الإقليمة اليمنية على إثر استهداف الحوثين لناقلات نفط سعودية إلا أن مراقبين استغربوا الحاجة لهذا التهديد في ظل سيطرة العسكرية للتحالف برا وجوا على المياه اليمنية الأمر في مجمله يمس معيشة نحو 500 ألف نسمة من سكان الساحل اتهامي يعتمدون على البحر مصدرا رئيسيا للمعيشة وباتوا عمليا ضحايا مزدوجين بين طغيان وابتزاز الميليشيا ومصير الموت بغارات التحالف تحت مبرر الاشتباه ترجمة نانسي قنقر